موسيقى أولونا المخابرات ما بترهبنا الاعتقالات قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة إن الجماهير ما تزال تواجه حملة استفزازات سلطوية خطيرة من خلال تكثيف حملات الاعتقال كما أنه تم تمديد اعتقال قسم كبير من الذين وجهت لهم لوائح اتهام إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية مضيفا أن هذه الاستفزازات هي إشارة واضحة للتهديد الإسرائيلي بالعودة إلى أيام الحكم العسكري ودعت لجنة المتابعة إلى تكثيف حملات الدعم والمساندة للمعتقلين كما دعت اللجان الشعبية والسلطات المحلية العربية ومركبات المتابعة إلى الاهتمام المادي والمعنوي بقضايا المعتقلين والذين يواجهون لوائح اتهام واحتياجاتهم بشكل موضعي وحذرت المتابعة في بيان صدر عنها عقب انتهاء اجتماع السكرتاريا من استمرار تكثيف الاعتقالات وتسريع تقديم لوائح اتهام ضد الناشطين في الهبة الشعبية الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر